بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين ما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وهذه كلمة مختصرة في موضوع له أهميته ومكانته وقد تلقيت دعوة كريمة مباركة من أخي معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس رئيس الحرم المكي والحرم المدني أفقه الله لكل خير وأعاننا وإياه والمسلمين على كل بر وهدى والتقى هذه الكلمة في هذا الموضوع المهم هذا الموضوع بعنوان قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأثرها في المسائل الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من شرها وأسأله جل وعلا أن يرفع الوباء وأن يدفع الأذى عننا وعن جميع المسلمين وعن الخلق أجمعين قاعدة لا ضرر ولا ضرار أيها الإخوة قاعدة مباركة عظيمة من القواعد الكلية ومن الأدلة الشرعية ومن الأصول الكلية والأصل فيها أنها مقتبسة ومأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجة وغيره هذا الحديث من جوامع الكلم وجوامع الكلم من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعنى جوامع الكلم أن اللفظة يكون حروفا قليلة ولكن المعنى يكون غزيرا عظيما واسعا شاملا كبيرا منتشرا في فروع الشريعة جامعا لكثير من جزئياتها منطبقا على عدد كبير من فروعها بل وحتى من أصولها هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار أصل كلي وقاعدة شاملة عامة كلية منطبقة على جميع جزئياتها فإن استثني منها فرع أو فرعان أو ثلاثة فاستثناء هذه الفروع يكون بدليل معتبر خاص يكون النظر في هذا الدليل الخاص وفي هذه القاعدة العامة من باب النظر بين العام والخاص وتقديم الخاص على العام ويبقى العام شاملا واسعا دالا فيما شمله من فروع دلالة إما قطعية وإما ظنية غالبة راجحة بحسب مدلولاتها فقاعدة لا ضرر ولا ضرار أهتم بها أهل العلم وجعلوا هذا الحديث الذي هو أصل هذه القاعدة من جوامع الكلم ومن جملة الأحاديث التي عليها مدار الشريعة أو من جملة الأحاديث التي عليها مدار الشريعة فهناك خمسة أحاديث أو ستة أو نحو ذلك أو أربعة بحسب الحال وبحسب اجتهاد العلماء ونظر العالم المجتهد ولكن كلهم متفقون على أن هذا الحديث أعني حديث لا ضرر ولا ضرار هو واحد من هذه الأحاديث القليلة في عددها الكثيرة الغزيرة في معانيها وشمولها أنه أحد الأحاديث التي عليها مدار هذه الشريعة المباركة الكريمة وقد اهتم العلماء بشارح هذا الحديث وتفصيله والكلام في سنده ومتنه حتى إن بعض كثيرا منهم ألف كتابا مستقلا في شرحه ومعناه وهو من أحاديث الأربعين النووية المعروفة التي هي أصول للفقه في هذه الشريعة المباركة لا ضرر ولا ضرار معناه لا ضرر ابتداء أي أن الشريعة تنفي الضرر بأي وجه كان وعلى أي حال كان وبأي نوع كان تنفيه ابتداء ولا تأذن بوقوعه على أي وجه من الوجوه وعلى أي صورة من الصور وعلى أي حال من الأحوال وبأي نوع من الأنواع وبغض النظر على من وقع وممن وقع فهي لا تأذن به ابتداء وأصول نفي الضرر وأدلة نفي الضرر هي قطعية في هذه الشريعة المباركة قطعية كلية في هذه الشريعة المباركة لا تنخرموا إلا لدليل معتبر في قوة الدليل العام أو أقوى منه في قوة الدليل العام من حيث الثبوت أو أقوى منه من حيث الثبوت وهو من حيث الدلالة أعني الدليل الخاص أقوى من الدليل العام من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت فقد يتساويان كما هو معلوم وقد يكون هذا أقوى من هذا فيقدم الخاص على العام كما هو معلوم فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ضرر هذا نفي لجميع أنواع الضرر لأن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فهي تعم إذا جاءت النكرة في سياق النفي فهي تعم لا رجل في الدار لا أحد في الدار لا ضرر هذا أصلها ولا ينخنم هذا العمور إلا لدليل خاص معتبر كما سبق بيانه ولا ضرار قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أيضا تمنع الشريعة مقابلة الضرر بالضرر مقابلة الضرر بالضرر فمهما وقع الضرر فإن الشريعة تعالجه معالجة شرعية معقولة مصلحية معتبرة لا فيها عدوان ولا تجاوز بل نظر من الشارع لرفع هذا الضرر ودفعه باعتبارات معينة لا يكون فيها تعد ولا تجاوز فإن التعدي والتجاوز ظلم ولهذا قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ثم الشريعة تحث على الصبر والحلم والعفو والتجاوز عن المخطئ وعدم مقابلة حتى العقوب بتي بالعقوبة فقال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين وقال جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمنعت الشريعة التجاوز والظلم والتعدي وعالجة الضرر الذي يقع بأسلوب معتبر شرعا يرفع هذا الضرر إما كليا وإما جزئيا بحسب الحال المعتبر بحسب الحال المعتبر ترفع الشريعة الضرر إما كليا وهذا الأصل وإما جزئيا بحسب الحال والاعتبار ولكنها لا تأذن بأن يقابل الضرر بمزيد عليه لا تأذن بأن يقابل الضرر بأكبر منه ولا بأكثر منه وهي تدعو للعفو وللصفح وللتجاوز ولهذا جاء الثناء على العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وجاء قوله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أي لا يقع الضرر ابتداء وإذا وقع فلا يقابل بضرر مثله ولا بأكبر منه ولهذا قعد أهل العلم على هذا الحديث هذه القاعدة وفرعوا عليها قواعد عديدة هي في قوتها وتستمد قوتها منها مثل الضرر يزال ومثل الضرر تبيح المحظورات ومثل الضرر يقدر بمثله ومثل الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومثل الإضطرار لا يبطل حق الغير إلى غير ذلك من قواعد لا ضرر ولا ضرار ولهذه القاعدة الكلية وهذا الأصل الكل القطعي المجمع عليه له علاقة كبيرة وارتباط عظيم وأثر كبير في مستجدات حياة الناس وفي وقائع حياة الناس وفي معاشهم وفي أحوال سائر أحوالهم وهكذا في النوازل والمستجدات ولنأخذ أمثلة فقهية تطبيقية من هذه النازلة الجائحة الواقعة وهي جائحة كورونا أسأل الله جل وعلا أن يرفعها وأن يدفع أذاها عنا وعن المسلمين وعن الخلق أجمعين فمن فمن فروع فمن الفروع الفقهية المتعلقة بهذه النازلة أعني جائحة كورونا المرتبطة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار منع ورود الممرض المريض على الصحيح وهو ما يتعلق بالاحترازات والإجراءات الوقائية التي تقلل من انتشار هذا الوباء وتقلل من العدوى الناتجة عنه التي تكون ثمرة للاختلاط بين الناس والمخالطة والتجمعات والزحامات واللقاءات والاجتماعات فتكون هذه القاعدة سندا أعني قاعدة لا ضرر ولا ضرر سندا للاحترازات الوقائية والإجراءات الوقائية التي اتخذت للحد من انتشار هذا الوباء وأيضا هناك نصوص شرعية بخصوصها واردة في منع العدوى وفي وجوب الاحتراز والإجراءات الوقائية التي اتخذت في بلدنا وفي غيره من البلدان وهي النصوص التي تأمر بحفظ النفس وتنهى عن ان يلقى بها الى التهلك قول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلك وقوله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما وقوله جل وعلا لا يرد ممرض على مصح وقوله جل وعلا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في بلد إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منه وإذا وقع وأنتم خارجون عن هذا البلد أي بعيدون في بلد آخر فلا تقدموا عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحديث فر من المجذون فراركم من الأسد وأما حديث لا عدوى ولا طيرة أي لا عدوى على معنى واعتبار وتصور أهل الجاهلية وهم يرون أن العدوى والمرض يقع بذاته فهو نفي لمعتقد أهل الجاهلية وليس نفيا لوقوع العدوى بإذن الله جل وعلا وبما أجرى من سنة في هذا الكون فلا عدوى وإن كان ظاهرها النفي فهي محمولة على النهي إلى آخره ومن المسائل المرتبطة بهذه القاعدة العظيمة وهي من مسائل هذه النازلة ما حصل من تعليق لبعض الشعائر التعبدية كصلاة الجماعة وصلاة الجمعة عندما اشتد الوباء وتشتد العدوى واشتد الانتشار ويكثر بسبب كثرة الاختلاط فإنه يوجه شرعا استنادا إلى هذه القاعدة الكلية القطعية بعدم الاختلاط وعدم الاجتماع ولو ترتب على ذلك تعليق صلاة الجماعة في المساجد وفي المجامع وفي كذا وكذلك صلاة الجمعة كما اتخذ أهل العلم من علماء المسلمين هذا الاجتهاد وعملوا به استنادا إلى هذه القاعدة وإلى ما ورد في معناها من النصوص القطعية ومن المعاني الشرعية والدلالات المرعية وكذلك من المسائل المرتبطة بهذه القاعدة ما يتعلق بشعيرة العمرة والزيارة ونحو ذلك مما قد قرر فيه أهل العلم قراراتهم الشرعية بإجماع منهم وهو ما اتخذته قيادتنا الرشيدة من إجراءات احترازية ووقائية لحفظ النفوس ولحفظ بقية الضروريات الخمس كما هو معلوم وقاعدة لا ذرر ولا ذرار فروعها مبثوثة في الشريعة وأدلتها قطعية مبثوثة في الشريعة فمثلاً الرخص ورفع الحرج عن المريض وعن المسافر وعن الصغير وعن غير المستطيع وغير ذلك إباحة المحضورات عند الإضطرار إلا من اضطرتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عادم فإن ربك أفور رحيم إلى آخر ذلك كل هذه المسائل والجزئيات هي سند لهذه القاعدة وهي جزئيات من جزئياتها وفروع من فروعها وهذه القاعدة أصولية وفقهية تبنى عليها الأحكام وتستنبط منها وتستخرج على ضوئها أحكام النوازل وأحكام المستجدات ومن ما يتعلق بهذه النازلة ويستند إلى هذه القاعدة من الإجراءات يمكن أن تكون حتى الإجراءات الأسرية وبعض مسائل الأحوال الشخصية وبعض المعاملات المالية وبعض التعاملات الإدارية وغير ذلك والاقتصادية وغير ذلك كلها تستند في أحكامها وفي النظر إليها إما إجابا وإما سلبا إما تعليقا جزئيا وإما رفعا جزئيا ونحو ذلك كلها تستند إلى هذه القاعدة وترتبط بها أعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار فهي قاعدة كلية عظيمة تتفرع عليها قواعد كثيرة قواعد رفع الحرج وقواعد الضرر وقواعد المشقة تجلب التيسير وقواعد المصلحة والترجيحات كلها تستند وترتبط بهذه القاعدة وتستند إليها هذه كلمة مختصرة مما حضرني في هذه العجالة أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين أسأل الله جل وعلا أن يرفع هذا الوباء وأن يدفع هذا الضرر وأن يكشف السوء عننا وعن جميع المسلمين وعن الخلق أجمعين كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق قيادتنا الرشيدة وأن يعينها على كل خير وبر وأن يوفقها لصلاح البلاد والعباد وأسأله تعالى أن يجزي ولا تأمرنا خير الجزاء وأن يشكر سعيهم وأن يبارك في جهودهم وأن يطيل في أعمارهم على ما يرضيه وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق جميع المسلمين حكاما ومحكومين لكل خير وأن يعين الجميع على كل بر والحمد لله أولا وآخرا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تسليما تسليما